ساعة ونصف والدفاع المدني يحاول انتشال السائح المصري من أشرف وديع بعدما سقط من زورق صغير كان على متنه إلى جانب عدد من رفاقه الذين قصدوا لبنان في زيارة سياحية وبحسب بيان الدفاع المدني فإن أشرف وفيما كان على متن هذا الزودياك سقط منه وجرفه التيار المائي إلى ما يقارب ثمانية أمتار من العمق حتى تمكنت فرق الإنقاذ البحري من انتشال جثته بعد أن فارق الحياة الشركة المشغلة لمغارة جعيت تحدثت عن تدافع بين مينا ورفاقه أدى إلى سقوطه صار فيه للأسف شبه تدافع لمن عند استئدال زورة ليزوروا المغارة السفلة وأحد الأخوة سأت بالماء دغري طلقت الصرخة وصاروها مروجة هنا يصرخوا ودغري نحن الفريل الإنقاذ تابعنا الغطصين لبسوا أو وعيه نزلوا للأسف شايفوه عالي فيه عندنا مثل ألواح حديدية عاملنا تحت المغارة حتى نتحكم بمنسوب الماء ونضبط المنسوب الماء كان هناك جسده ما قدرنا نسحبه للأسف الشديد في المقابل رفاق مينا لم يرغبوا في الحديث أمام الكاميرا لكنهم ذكروا لنا رواية معاكسة لما تحدثت عنه الشركة وأن مينا لم يصعد أصلا الزورق وأن فرق الإنقاذ تأخرت لتصل وتنتشله وسط كل هذا أعلن وزير السياحة ميشيل فرعون في بيان أن وزارة السياحة باشرت إجراء التحقيق حول ملابسات سقوء التسائح المصري في مياه مغارة شعيتا